مرحبا بكم معنا في الفيديو هذا عدد كبير من المتابعين يعني كيتسألوا بخصوص الناس لما عندهم شي الرميد يعني كما كان عرفوا انه ابتداء من 1-12-2022 تم تحويل الناس الخاضعين اللي كانوا خاضعين للنظام بطاقة الرميد يعني دوزوهم مباشرة النظام التغطية الصحية الإجبارية لامو والتساؤل يعني الكبير اللي كان حاليا هو يعني الناس اللي ما كانش عندهم الرميد نهائيا وما كيستبدو محتاش نظام ديل التغطية الصحية الآخر هاد النسادو يعني كين واحد الشرط جوج ديل الشرطين أساسيين من أجل الاستفادة أيضا من نظام ديل تدامن أمو الخاص بالنظام التغطية الصحية اللي هو أيضا نظام تأمين إجباري خاص بالأشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الشراك وتحت مسمى تدامن أمو غير كتوضيح يعني هذا النظام ديل التدامن أمو يعني يسمح نظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن مرض الخاص بالأشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتفادة من جميع مزايا نظام الرميد إضافة إلى نفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص يعني التعويضات عن الأدوية والتعويضات عن الاستشفاء والعلاج وكذلك العملية الجراحية والتحاليل والسكانير وكل ما له علاقة بالتغطية الصحية الإجبارية باش ما نطور شارككم إخواني الكرام في هذا الفيديو هذا يعني الشروط الأساسية باش أننا نستفدو من هاد النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للناس اللي ما كانوا شي عندهم بطاقة الرمض هاد الشروط غذي إن شاء الله غذي نشوفوها في هاد الفيديو كي ما كتشوفو يعني باش نعرفو يعني شن هما الشروط الأساسية كينا الشرطين أساسيا وهو أننا كي خصنا أولا نكونو من خرطين مسجلين نتجلوا في السجل الوطني للسكان من بعد ما نتجلوا في النظام السجل الوطني للسكان غذي نقول لهم نتجلوا أيضا مباشرة في السجل الاجتماعي المواحد يعني هذا الشرط الثاني الشرط الأول قلنا أننا نتجلوا في السجل الوطني للسكان ونقول لهم نتجلوا أيضا في السجل الشيماعي المواحد باش أننا يمكننا من بعد كندخلون هاد الموقع هذا كي ما كتشوفو وكنعبؤو يعني الطالب دينا في هاد البوابة ديال أمو تضامن المصطرة عادية جدا يعني أولا ملف الطالب يعني كيتكون من وحدة الاستمارة يعني كنملوها يدويا أو عبر الخدمة التي يقدموها هاد الموقع يعني كنعمره وحد نموذج كيتعمره هاد الصمارة أو كنعمره عبر هاد البوابة كيفية الحصول على الصمارة طلب الاستفادة هاد طلب هاد الصمارة يعني كيمكننا نحملوها من الموقع أو سحبها من القيادة أو الملحقة الإدارية اللي كنكون تابع على المحل ديال السكناء دينا من بعد ما كنعمروا هذه الاستمارة كنودعوها على الراغب في الاستفادة من المتضامن أن يقدم الاستمارة الطلبية إلى السرطة الإدارية المحلية المختصة يعني القيادة أو الملحقة الإدارية أو البشوية أو الدائرة أو المقاطعة التابعة لها المحل للسكن ديال صاحب الطلب بمآل طلب الاستفادة بمجرد إدارة استمارة الطلب الاستفادة من آمو تضامن تقوم السرطة الإدارية المحلية بمراجعة المعلومات المصرح بها وتسلم رصاحب طلب بوصلان يحمل رقم وتاريخ إدارة الطلب يقبل طلب الاستفادة بناء على استفاء الشروط الاستفادة أسفله الشروط الاستفادة كما قلنا اللي يتجاوز المؤشر الاجتماعي والاقتصاد الأسراء التي تستجلوك أحد أفرادها باستجيل الاجتماعي الموحد العتبة المحددة لهذا البرنامج يعني هذا الشيء هذا ما زال ما وضح شيء حاليا بخصوص العتبة ديال المحددة هذا البرنامج الاجتماعي ديال متضامن لأنها ستكون مؤشر ديال العتبة الخاص بكل دعم اللي ستقدمه الدولة اللي يخدع أفراد الشرطاني اللي يخدع أفراد الأسراء المدرجين في الاستمارة من نظام تأمين إجباري آخر عن المرض سواء كمؤمن أو كذي حق يعني أو أحد الأفراد ديال الأسراء دياله يعني الزوجة أو الأبناء كان واحد إمكاني أننا بعد ما كان قد مطالب لأنك سأتينا السلطة الإدارية كسأتينا واحد نموذج ديال الاستمارة كان واحد الكود ندخلو به باش نعرفو المآل ديال الطلب دينا فإن شاء الله غادي نعملو واحد الفيديو واحد محاولات جريبية واحد النموذج ديال الطلب فبعد ما كندخلو الموقع كمشيو مباشرة ثانتا إلى هنا ضعب الطلب الاستفادة كما كنتشوفو إخواني الكرام أخواتي الكريمات هنا طلب الاستفادة كما كنتشوفو هنا نزولها تشهد بعجالة كما كنتشوفو الجيها كنا العمالة أو الإقليم بشاوية ملحقة إدارية يعني كنخسار الملحقة الإدارية هنا كندخلو المعلومات حول صاحب الطلب كما كنتشوفو في الخانة الأولى تكون لدينا المعرف الرقمي المدني والشيماعي ديالنا يمكن عشر الأرقام هنا كندسل العائلي والإسم الشخصي الأحروف العربية والأحروف yani اللاتينية نخسار الجنس دينا داكر أو أنت كندسل تاريخ الياز السنة الشهر اليوم وكندلو الحالة العائلية مش متزوج أبلا وهنا كندلو لإحرة الأبناء وكل ابن يعني كندلو المعلومات الخاصة يعني اسم الشخصي اسم العائلي تاريخ رئيز دياد الجنس دي ونضع اسم الشخصي والاسم العائلي هنا بالاحروف اللاتينية ونضغطوه لهذا الرمز هنا يا كما كنت شوفوه هنا هذا الرمز هذا هو الزائد وكي تزادنا ذاك الابن او البنت ومن بعد كنزيدو عسيني لكانو جوج الابناء افتاسا كما قاموا نضغطوها ذاك الزائد وكندخلوه البيان هذه هي الطريقة ديال ايداع الطالب او تسجيل الطالب عن طريق البوابة الالكترونية يعني وكندلو هنا واحد الكود الكاف شكل ومعبدو كتبه وكندلو تسجيل الطالب هذه الطريقة الطريقة الاولى من خلال الموقع مباشرة هنا طريقة اخرى كما غذيتشوفو معنا هنا يا كنا واحد نموذج دل طالب الاستفادة كنا هذا الاستمر هذي كتتعمر بي دي اف كما غذيتشوفو معنا ان شاء الله هنا السمر عادية بي دي اف كتكون ها هي كتتعمر هذه مانويل يعني بستيلو طالب تسجيل في النظام التأميل الاجبالي الاساسي عن المرض الخاص بالاشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك هنا كما كتشوفو كندلو الجيهة العمل او الاقليم بشاوية دينا ونكدلو هنا ايضا المعلومة دل صاحب الطلب المعرف الرعم المدني والاجتماعي كما كتشوفو اسم الشخصي والاسم عائلي باللغة العربية هنا بالحروف اللاتينية اسم عائلي واسم الشخصي تاريخ الاسدياد الجينس داكر او انتا العدد الاجمالي دي الافراد مستجلين في الطلب يعني ايش حال دي الافراد يعني الزوج والزوجة ديالو والابناء هنا ايضا كندلو المعلومة حول الزوج يعني الزوج دول يتدرجل عن كندلو الزوجة اسم عائلي والاسم الشخصي والرقم ديالم معرف المدني وكذلك المعلومات حول الثراغ الزودي وكذا وكذلك هنا لا احد الاولاد المتكفل بهم كما كت شوفونا يا عدد الابناء هنا كنا نعمر والله احد الابناء يعني معرف الرقم من مدنيا بشيماع دلهم اسم الشخصي لا اسم العائلي تاريخ الزوديadı الجنس والاسم والنسب الأحرف الفرنسية وبعد نعمره هنا هذا الصريح بالشرف المواقع أسفلها نعمده الاسم ديال الزوج الأب رب الأسرة طبعا وكي وقع وصافي يعني هذه هي الطريقة الثانية كما قلنا كانت الطريقة اللولة عن طريق البوابة الإلكترونية وكان نخرجه طالب ديالنا أو كان نسيلي وهذه النموذجة بPDF وكان عمره وكان ودعوه كما قلنا في الملحقة الإدارية تسابع لمحل ديالسكن ديالنا مقابل باش كنعرف المآل ديال يعني ديال طلب ديالنا فين أوصل إلى هنا إخواني كرام نكون قد كملنا يعني المعلومات الخاصة بهذا الفيديو هذا إلى ذلك محين استودعكم الله الذي لا صدعه وذائعه هدمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته